ست سنين مرت على نزوحهم وما زالت ماساتهم تراوح مكانها على الرغم من انتهاء الأعمال العسكرية منذ سنتين وأكثر بحسب ما علنته الحكومة في بغداد إلا أن ملفهم ما زال حاضراً والمخيمات المترمية الأطراف في غربي وشمالي البلاد لا تزال مزدحمة بهم إنهم النازحون في العراق بحسب تقرير منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة وتقارير أخرى صادرة عن لجان دولية ومحلية فإن نحو مليوني نازح عراقي لم يعودوا إلى منازلهم جلهم من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين التي كانت مسرحاً لأعمال حربية أهلكت الحرث والنسل بسبب السياسات الطائفية الحمقاء التي انتهجتها حكومات ما بعد عام 2003 أسباب كثيرة تقف وراء استمرار هذه المعاناة ففضلاً عن الفساد والتخصير الحكومي الذي لم يعد يخفى على أحد هناك أيضاً سيطرة الميليشيات على نحو 16 مدينة وناحية مثل جرف الصخر والعواسات ويثرب وبيجي وربيعة والقراغول ومنع سكانها الأصليين من العودة إليها تحت حجج وذرائع مختلفة وهناك الدمار الواسع في بعض المناطق والمدن المحررة التي تحول بعضها إلى أطلال وحتى الذين عادوا فقد أجبروا على ذلك على الرغم من افتقار مناطقهم الأصلية إلى أبسط مقاومات الحياة فضلاً عن غياب الأمن والقانون مأساة النازحين لا تقتصر على منعهم من العودة إلى ديارهم فحسب فالعديد من التقارير تؤكد تعرض كثير من سكان المخيمات لانتهاكات واسعة تورط فيها أفراد من القوات الحكومية والميليشيات وأن الفساد المستشرية يمنع تحسين وضع النازحين المأساوي في المخيمات الذين ما زالوا يدفعون أثماناً باهضة لا لذاً بنقترفوه بل لأنهم ضحايا سياسة طائفية بانت عوراتها التي اختفى خلفها رعاتها فلفظهم الشعب ولفظها وهم ما زالوا يقفون على باب أمل لانتشالهم من واقعهم الذي يمثل عينة واضحة لحال العراقيين اليوم تحت حكم زمرة العملاء والمرتزقة اشتركوا في القناة